اهلا بكم مشاهدين عينما كنتم في موجزة نشه الجوية الخاصة لظاهرة وليلة اليوم نتابع وإياكم صورة القمر الاصطناعي كما نشاهد ستكون أجواء صافية عموما على أغلب المدن الشمالية وحتى على الجنوب الكبير ظاهرة اليوم ننتظر أجواء مشمسة على كل المناطق الساحلية حتى على المناطق الداخلية لكن ننتظر أجواء مغشة جزئيا مرفوقة بخلايا رعدية متفرقة على الهضابة العليا الغربية أجواء ساخنة وجفة بالجنوب مع ترقب صحب عابرة بشمال الصحراء والواحد الصحراء الوسطى حتى الجنوب الغربي سما مغشات تكون مرفوقة بخلايا رعدية متفرقة على منطقتين الهبغار والتاسيلي وأقصى الجنوب الشرقي ينتظر أن تنشط زوابع رملية على الصحراء الوسطى وحتى على الجنوب الشرقي أما عن حركة الريح فتكون ضعيفة عموما على كل التراب الوطني درجة الحرارة المتوقعة للظاهرة ستكون فصلية على كامل التراب الوطني سنسجل 32 درجة على الجزائر العاصمة 31 درجة على وهران عناب 29 درجة حتى سكيك داب جاية 31 درجة تيزي وزو 34 درجة 35 درجة على تيار 33 درجة 33 درجة أيضا حتى قسنطينة أقول 32 درجة على باتنا وسطيف 38 درجة على الغواط 34 درجة ستسجل بيتلمسان بالنسبة للجنوب سنسجل 44 درجة على منطقة بسكرا 37 درجة 37 درجة بالوادي 40 درجة على منطقة ورقلة حتى حاسي 46 درجة على إليزي والجاناتر 48 درجة كأعلى مقياس ستسجل بعين صالح 42 درجة بغردايا حتى على بشار 47 درجة بتندوف ستسجل أيضا على أدرار 38 درجة بترناس 42 درجة بأقصى الصحراء كعينجزام بدون إطالة مشاهدين ننتقل لحالة التقصى المتوقعة لليلة اليوم نتوقع تسجيل أجواء صافية على أغلب المناطق الساحلية مرورا بالمناطق الداخلية حتى على الصحراء الكبرى لكن نتخللها بعض السحب العابرة بدون فعالية على منطقتين الهجار والتاصلي وحتى على أقصى الصحراء أما حركة الرياح فتكون ضعيفة عموما درجة الحرارة الليلية يستصل إلى 22 درجة بالجزائر العاصمة وهران 21 درجة حتى بمستغان على منطقة عنابة سكيك 22 درجة حتى على بجاية 21 درجة على قلمة 16 درجة بمنطقة سطيف 20 درجة بتيزيو الزو 18 درجة على تيارة حتى منطقة البي 19 درجة بيتلمسان حتى الجلفة مع سكرة 20 درجة 20 درجة على الغوات 17 درجة بباتنا بالجنوب سنسجل 37 درجة على الوادي بسكرة 27 درجة حتى على غرداية أيضا على ورقلة حتى إليزي والجانت 22 درجة على منطقة بشار 24 درجة بيتندوف 31 درجة على عين صالح حتى بأدرار 25 درجة على التمناست وحتى بعين جزام بالنسبة لوضعية البحر لهذا اليوم سيكون جميل وهدئ بسواحة الغربية الرياح متغيرة الاتجاه لتتعدى سرعتها العشرين كيلومتر في الساعة أما السواحة للوسطى والشرقية ينتظر أن يكون قليل الإطراب إلى مضطرب تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين عشرين إلى ثلاثين كيلومتر في الساعة مشاهدين الأعزاء شكرا لكم على طيب المتابعة أوقات ممتعة مع بقيت برامجنا على قناة النهار في أمان الله